كلمة أجازة دي كلمة ليها وقع سحري كده عايز أجازة كلمة نفسها في حد ذاتها كده مريحة نفسيا طبعاً كلنا ما بين الفترة والأخرى بنحتاج لأجازة عشان نخف عن نفسنا الضغوط نخف عن نفسنا التوتر بتاع الشغل طبعاً الناس بتقوم مضغوطة في شغلها فتحتاج يومين ثلاثة كده تخدهم أجازة تفصل عن الشغل لكن الأجازة لما بالطول بعض الناس يقولك أنا مش عايزة أرجع للشغل تاني أنا خلاص تعودت أن أنا في أجازة أنا مرتاح كده أنا مش عايزة أرجع للشغل تاني فالأجازة نفسها لازم يكون لها وقت ولازم يكون لها تخطيط وفي بعض الدراسات بتقولي أن الأجازة قد تؤدي الاكتئاب لو مخططتش لهذه الأجازة صحة عايزين نعرف كل هذه التفاصيل وبالنسبة للناس اللي خادت أجازات إيه وضعها والناس اللي ما خادتش أجازات إيه وضعها من الدكتورة راشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجمعة بانسويف اللي من ورانا يا دكتورة أهلا بيك مساء الأورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا وبيسمعون يا مساء الخير عليك نبدأ بالخداء أجازات وانا اللي بيخدوش أجازات اللي اتنين انت تحبت كي بصة هو أنا عايز أقول بس أن هي هي ليه الأجازة أساسا يعني بنحبها إحنا في علم النفس بنحبها للناس أو النفس البشرية علشان هي اتعملت علشان إحنا نفضي الطاقات السلبية اللي بناخدها من الضغوط ومن الحياة ونملى مكانها طاقات إيجابية ففي حد ممكن ياخد أجازة طويلة جدا ما يعرفش يعمل حتة دي فما بيستفيدش بيها ولا كأنه خد حاجة وحد ممكن ياخد أجازة قليلة أوي زي يقولك كده إيه ساعة عبرك من مليون بس يعرف يستفيد بيها كويس قوي فبالتالي اتفيده نفسيا ويجدد طاقته فعلا ويخرج السلبي وياخد الإيجابي فيعرف يرجع لعمله ويعطيه ويدي أحسن ما عنده يشتغل حالو فهو مش بالمدة ده صاحب العمل نفسه هو اللي مفروض يقول للموظف اللي عنده خد أجازة طبعا صح؟ طبعا ده دور مهم جدا على كل قائد يعني عشان كده أنا بستغرب جدا مثلا الناس بيشتغل في القطاع الخاص لما مش بياخدوا أجازات هو ده مش لصالح يعني اللي ما بيعملوش كده فيه جهات بتعمل كده يعني فيه حد قائد واعي درس علم نفسه كويس أو درسه من الحياة عموما ففاهم كويس جدا أهمية الأجازات وأهمية الترفيه وإنه مش بعدد ساعات العمل وإنه ممكن حد يجي ينجز عمله في ساعة أحسن من حد قاعد عشر ساعات وما بينجزي حاجة فكل ما كان القائد بتاع المؤسسة واعي كل ما كانت الموظفين أداءها أحسن ده بنعرفه من إيه؟ من السعادة يعني لو الموظف سعيد أعرف أن صاحب العمل ده إنسان فعلا يستحقه واعي لو الموظف تعيس مهما كان بيروح قليل أو كتير أو أين كان أعرف ده طبعا القائد بيبقى عليه دور وعمل مهم كبير قوية لكن إحنا مش في إدينا في كل الحالات نختار القائد فعشان مش عشان إحنا ما منختارش القائد يبقى أن كنته عساء حتى لو كان هو وحش يعني مناش دعو بس إحنا في إدينا إن إحنا نستمتع أو نمسك يعني ما نخليش الأجازة عشوائية إزاي بقى؟ نخطط لها في إن أنا أعمل يعني أنا هعوداتها بنفسي كمان وأنا رطلع أجازة يعني هخطط وأنا شغال وأسيب الشغل وأروح أجازة خطط وأنا روح أجازة لأ ده الأجازة دي بيخططولها منه هم مشغالين فعلا يعني بيخططولها ماديا على حسب أنت هتقدر تحوش كم تستمتع بي يعني فيه أصدي فروق فردية ماشي فيه ناس بتستمتع بالسفر فيه ناس عندها سيكولوجية البدائل مش لازم أسافر الساحر الشمالي لو هو غالي ماشي مثلا ممكن أسافر مكان تاني بديل يناسب ظروفي فيه حد مثلا لسنجل غير اللي مربوط بأسرة اللي عدد أولاده اتنين غير العدد فأنت بتخطط لها ماديا بتستعد ليها نفسيا وهل أنت كمان هتكون مرتاح لما تقضيها كلها مع أهلك بس ولا فيه وقت في الأجازة دي أنت عايز تعمل جزء للعيلة مثلا وجزء تاني النفسك إنت عشان بستغرب قوي مثلا ما واحدة جزء ادها مثلا من أجازته تلت تيام وعايز يوم يطلع فيه هوا مع صحابه الله أو العكس خلينا في دي الأول فتلاقيهم حضرتك يعني طبعا وهي كمان يقول لك لا ما تسيبش البيت ما تسيبش العيال على فكرة هي أنت لو ما سبتياش تعمل ده أو أنت لو ما سبتهوش يعمل ده طالما هو محتاج لده هو مش هيعرف يرجع يبقى عنده عطاء لبيته ولا لعيال صح ومش ذريع للناس بالمناسبة يعني أنا هم نتكلم فيه ده مش ذريع للناس أن هي تسيب بيتها وأسورتها وتروح تتفسح طول وقت مع صحابها لا دكتورة قالت إيه إدى لزوجته تلاتة أيام على حسب كل واحد في حد تاني هو أساسا طول الوقت الأيام الطبيعية هو مع نفسه فعايز يكون في الأجازة بيعمل الحاجة اللي ما بيعملاش فعايز يكون مع أسرته يعني على حسب أصدف رؤفة دية في علم النفس حد بيستمتع بالصفر حد بيستمتع أنه هو فيه ناس ما شفهمش من زمانه ونفسه يشوفهم أهله مثلا صلة الرحم حد مش عايز أي حد خالص وعايز يكون مع نفسه وعايز ينام جسمه محتاج نوم هيستمتع بدا مش نوم بقى هروب أو نوم زعل ده بيفرق ده النقطة بألك تعايز أتكلم معك فيها هل اللي بيلجأ للنوم في الأجازات ده نفسيا عنده ضغط نفسي من الشغل أو التراب نفسي في الشغل أو كده لا على حسب كل حالة في حد هينام لأنه هو معهوش فلوس مش عارف يعمل حاجة بيحبها اللي في البيت منكدين عليه ما عندوش حاجة يا ما عندوش سايكولوجية البدائل اللي هو عايز أنا عايزة أروح زي الناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا بتروح الساحل أنا عايزة أروح السوشيال الساحل لو أنا مروحش الساحل أنا مش مبسوط ما عندوش يعني إزاي يدير حياته يعني ما عندوش إزاي يستمتع باللي متاح لي فدي حاجة وحد تاني لأ هو تعبان هو أساسا شغله سفريات هو شغله كله بيقابل ناسه بيقابل المجتمع عاوز يستجم في بيته يعني وضعه مختلف فهي بتفرق على حسب الحالة مين الشخص اللي قدامك وسنه قد إيه برضو تفرق يعني مثلا لما يبقى حد في سنه المراقق وقافل على نفسه لأ معلش دي تحط علامات استفهام عليها أنت ده مش سنك لكن لما يبقى رب بيته مسؤول وهو فعلا زي ما قلت لحضراتك شغله دايما مع المجتمع شغله سفريات هو أساسا عنده تشبع من الحاجات دي فبيستغل الأجازة في أنه يعمل إيه ريلاكس لنفسه فده ما خافش عليه فعلى حسب كل حالة بتفرق عن الحالة التانية طيب بشكل عام احنا مثلا ممكن نحتاج لكام أجازة في السنة وتكون مدة الأجازة قد إيه على حسب يعني فيه ناس بتحب شغلها جدا بتزعل يعني رب العمل أو القائد عمل لهم جو في الشغل وبيحبوا زميلهم وبياخدوا مبالغ مجازية ينبسطوا بيها أو الروح اللي في العمل حلوة فبيزعلوا لما الأجازة تطول وفيه ناس تانية بتروح بتلاقي صراعات وبتلاقي أوامر وبتلاقي ضغوط وبتلاقي فوق طاقتها فما بتصدق بترجع عارف مش طيقة نفسها بس بنقول لهم خدوا ده فترة مؤقتة حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب لإنت لازم تتعايش مع ده وبرضه بيفرق هل هو طالب ولا حد بيشتغل أصلا مثلا ده أنا أقول لحدك كارثة أنا مداية منها قوي أنا عرفت أن الولاد اللي في سنة ولي في أداية دي هيبدأوا دروس بعد العيد دروس خصوصية لسه مخلصهم فحضرتك إزاي الأب والأم لو هم عندهم وعي ولو بنسبة واحد في المية إنت إمتى هتسيب ابنك أو بنتك يعيشوا سنهم طب ما هم هيزهقوا بسرعة إنتوا بدأت وبدأت بدأت معاهم المذاكرة بدري طب ما هو هيهنج من المذاكرة بدري هيجي بقى قبل الامتحانات ما يبقاش عنده طاقة خالص المعلومات أساسا هتروح منه وعمره ما هيبقى طالب نفسيا مزبوط عمره ما هيبقى سعيد عمره ما هيعرف يقدي الأداء الصحف في مذاكرته أو في الجامعة اللي هيدخلها أو في المدرسة اللي هيروحها فبرضو على حسب السن بتفرق قوي أهم حاجة إن أنا لما أخد أجازة أعرف إن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وإن دي حقي في الدنيا لنفسي إن ربنا يحاسبني عليه فأعمل الحاجة اللي تبسطني ما بصش لغيري بيعمل إيه لإن اللي يبسطك ممكن ما يبسطش غيرك وإدوا أرجوكم اللي ليه بارتنور في حياة وشريك حياة أو مسؤول عن حد ولاد إخوات هو مسؤول عنهم وبياخدوا الإذن منه إدوهم مساحتهم شوية لنفسهم مثل ما نلزقش ببعض قوي إن لازم عشان ننبسط لازم نكون مع بعض طول وقت الأجازة النقطة دي مهمة قوي لأن بشوفها في ناس كتير قوي يقول لك طب خلاص أنا عادت معاهم يومين إدوني يوم لنفسي مهما كان درجة الأرض مهما كانت طبعا إحنا بنقول إدي مرات التخلي عن مسؤولياتك بيبقى صحي لبعض الوقت لما تلاقي اللي أنت مسؤول منه عاوز يتخلى عنك شوية ده مش معناه أنه هو مش بيحبك ده بالعكس ده المصلحتك عشان يعرف يروح يجدد طقته عشان يعرف يرجع يبقى مسؤول عنك تاني ويعرف يبقى عنده عطاء ليك إنت لما تمسك فيه أو يتقوله لأ إنت ليه أنا بس أو أنا مسؤول منك طول الوقت ده بينفره منك مش بتشوف مرات أم بتزهق من أولادك بتفرض أنت التزامات زايدة عليه أو قيود زوج بيزهق من زوجته مع أنه هو بيموت فيها ومش ما بيحبهاش ولا حاجة بس هو بيزهق منها لأن هي طول الوقت فرضة عليه مسؤوليتها أن حتى ساعدتها ماينفعش تكون بعيد عنه ولو ثانية لو هو بعيد عنها يوم كده هي مش سعيدة فده بيحمل الزوج أو العكس بقى لو الزوج هو اللي بيعمل كده مع زوجته أو الولاد اللي عندهم الأنانية دي في الموضوع يعني أنه هم لا مش عايزين مامتهم تروح تسافر يومين مع صحابها لا معنا نحن وبس طب ما هي دي أنا ناية ويعني على حسب بقى هم مين ودرجتهم من القرب بس مهما كانوا القرب بالعكس ده القريبين أكتر بتبقى مسؤولياتهم يعني أكتر فبيحصل ملل وزهق أكتر يعني بيقولوا في دراسات يا دكتور رشا بتقول إن فيه اكتئاب الأجازة يعني ممكن واحد ياخد أجازة ويجيله اكتئاب من الأجازة مش حبا في الشغل هو كلمة اكتئاب كلمة كبيرة شوية يعني إحنا يعني نقول على حاجة زي دي بس ممكن نقول زي ما قلت لحضرتك يجيله ملل يجيله زهق يجيله اللي هو بقى أنا كده كده قاعد مش بعمل حاجة بس هو يجيله إنت يعني الأجازة للمبطول ساعات مثلا يقى في حالات أرق لأ ما هو بص لو طالت وأنا عارف يعني أستمتع بيها صح ووقسمها صح بالظبط مش هزها عمري ما هامل وعمرها ما هتضريني نفسيا لكن العكس زي ما قلت لحضرتك في البداية أنا ممكن أخذ يومين بس أجازة ويدروني لأن أنا إنسان عشوائي مش مخطط لها وبعدين فيه أجازات معروفة يعني مثلا أجازة العيد اللي كنا فيها مثلا إحنا أسبوع فأسبوع ده أجازة العيد أنت معروف أن أنت تاخد أسبوع طب أنت لازم بتخطط من قبلها يعني جاهز نفسك مش زي ما تيجي تيجي وبعدين يرجع وقلوك إحنا ما بقيناش بنحس بالأعيات زي زمان مو علشان إنت تخليت عن طقوس الأعيات يعني مش هنتكلم في اللي فات قوي بس عمتا إحنا لسه قدامنا فرصة يعني الناس اللي ملحقتش تستمتع إحنا النهاردة الأربعة فيه باقي الخميس وباقي الجمعة لو يوم واحد إنت تقدر تلحق تعمل فيه حاجة لنفسك إنت إنت قادرة إيه اللي بيبسطك ومش ما تبصش لغيرك النسبية شوف أنت محتاج إيه وأعمله في اليوم ده وحاول تعمله لأنك لو ما استفدتش من الأجازة حضرتك الضغط النفسي ده عبارة عن إيه أنت عملت أخذ في طاقة سلبية عملت أخذ في مشاكل عملت طوال وقت تشوف صراعات مسئوليات عملت اكتمها كلها فوق بعض أما بتيجي الأجازة المفروض أن أنا بعمل حاجات علشان أفرغ الحاجات السيئة دي كلها وابدأ أتنفس بقى كده بالراحة وابدأ أستعد أن أنا واجه الواقع من تاني اعتبر الأجازة دي كده كأنها خيال فاللي ما بيعملش كده الكوباية مليانة أساساً صحيح هترجع بقى الشغلة تتخاني مع دبار وشك ومش هتبقى هتستقبل كل حاجة بطريقة ومش صحة ومش نخدتش أجازة طيب إحنا عايزين نتكلم بقى في نقطة غاية في الأهمية وهي الناس اللي خادت أجازة بالفعل وستمتعت بالأجازة بس مش قادرة ترجع الشغلة تاني لكن هستأذنك نروح لفاصل وش هدينا فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم قبل الفاصل كنت أتكلم مع دكتورة رشا جندي عن إزاي نستعيد نشاطنا مرة تانية عشان نرجع نكمل الشغل ده بالنسبة للناس اللي خادت أجازات لكن في الفاصل الكلمنا في نقطة برضو مهمة دكتورة رشا كنا بنتكلم عن إحنا كلمنا طبعا عن الشباب والمراهقين اتكلمنا عن الأطفال لكن المتجوزين عايزين يديهم حقهم شوي يعني لو مثلا الحالة اللي كنا بنتكلم فيها مع دكتورة رشا مثلا لو الشخص بيتوتي يحب يريح ومثلا زوجته بتحب تخرج يأمل إيه عشان يقضي أجازة ما يكونش فيها مشاكل وما يكونش فيها نكد ويرضي الطرف الآخر وهو كمان يرتاح لأنه وقد أجازة عشان يرتاح حلو قوي لو مثلا قلنا أن الأجازة أسبوع هو هيقسم لهو يكون أناني ولا هي تكون أنانية هي بتحب تخرج هيخرج معها مثلا ثلاثة أيام والأربع تيام البقين هو هيعودهم في البيت وهي عايزة تقعد معايا زي ما هو خرج معايا أهلا وسهلا فرضنا هي عايزة تخرج بقى مع ناس تانية مع صحابها مع أختها وده صاحب العزب بالزبط هو بقى ما يكونش أناني بقى يقول لها خلاص أنا بقى حابب قعدة البيت قعد أنا لو هي بقى قلت له لا أنت لازم تخرج معايا الأسبوع كله هنا فيه أنانية بقى يبقى هنا هي غلطانة ولازم تراجع نفسها لأنه معايا الوقت هينفر هيحس أنه هو مش بيعمل حاجة لنفسه هو هو قبل ما يتحاسب على حد يتحاسب على نفسه الأول صح وهي لو بتحبه بجد هتحبه سعيد فخلاص بديها حقها بيدي لنفسه حقها ده مهمة قوي لو عملنا كده الأمور هتمشي تمام لكن لو هو عيند أنت لازم تقعودي معايا زي ما أنا خرجت معاك لا مش ما بتمشيش كده يعني ما يمكن قعدة معاك طول السنة وشايفة متطلباتك وشايفة حياتك ومتستنيك لما بترجع من الشغل ما فيش مشكلة فوشوي احنا لما في الحياة الزوجية بالذات عشان ما يحصلش ملل وزهق كل ما بقيناش لازقين في بعض قوي بقى أحسن مسافات كل ما ندي للطرف الآخر مساحته عشان كده تشوف اللي دايما عندهم مشاكل هم اللي دايما مع بعضه في كل حاجة لكن لو هي بتشتغل شغلانا غير شغلانته فبيحصل اشتياق بيحصل هي بيديها مساحة أن هي تسافر شوية أو تروح عند أهلها شوية وهي بتديله نفس المساحة بقى فيه ثقة بينهم لأن مش معنى أن أنا عايز سافر مع صحابة مش بحبك أو العكس مش معنى يعيز روح مع أهلها مكان أو تخرج تسافر مع أختها أو تخرج مع صحابة يبقى هي مش بتحبه لا بالعكس ده انت عشان بتحب اللي قدامك فلازم أنت تبقى في أحسن حالاتك عشان يبقى عندك أحسن عطاء لي طول ما أنا ضغطت اللي قدامي يعني كده صعب قوي يبقى نفسه يبقى بيموت فيك ونفسه يعمل لك حاجة كتيرة بس أقولك أنا أساسا ما عنديش طاقة عطاء هو مش عارف ليه مع أنه بيحبك تقوله أنت بقيتش بتحبيني زي الأول لا ده بيحبك وبيموت فيك بس هو ما عندوش طاقة عطاء يعني أنت مش مدياله المساحة اللي يعرف يجدد فيها الطاقة فاكر الكوباية الطاقة النفسي معارفش يكب بالصبت معارفش يكب السلبي علشان يدخل إيجابي عشان يعرف يبقى فيه عطاء طول ما الإنسان عنده سلبي يعني سلبي جواه ما فرغوش ما عندوش طاقة حب أو طاقة عطاء عظيم لأقرب الناس ليه طيب بيكون بعض الناس بتربط ما بين الأجازة والعزلة أيهما أصح أن الإنسان يعزل نفسه في الأجازة وقال له أنه يخرج ومش لازم تكون الأجازة طويلة يعني أي أجازة حتى الأجازة الأسبوعية أنه ينزل يخرج مع أصحابه ويقعد على القهوة ويتكلم مع أناس وتليفونات ويقعد مع قريبه ويزور أهله قريبه وكده ولا العزلة تكون أفضل بالنسبة لبعض الناس الأصح النفسي أنا هي محتاجة إيه زي ما قلنا كل واحد ظروفه مختلفة عن التاني واحد أساساً طول الأسبوع عنده شغل كتير ملحقش ينام ياخد كفاية من النوم ما جيش بقى أضغط عليه ويقوله أنت لازم تخرج ما هو أساساً جسمه محتاج نوم فهنا الأصح لي لو أضى اليوم كله نوم إحنا نقوله برافو عليك أن أنت قدر تتحدد جسمك ونفسيتك محتاجة إيه لو عمل ده يقوم فائق واحد تاني ما بيشوفش أمه طول الأسبوع وبيحبها وحشته فلو أضى اليوم كله مع أمه نقوله برافو عليك طب لو عارف يشوفها ساعة وعارف يعمل حاجات تانية معاها وهو كده سعيد وهو كده مبسوم قسم اليوم بتاعه برافو عليك برضو ما هو على حسب صح أنت الشطارة في الأجازات أن تقدر حضرتك تحدد نفسيتك وجسمك محتاج إيه أعرفها إزاي بالتجربة يعني أنا مثلا أتجرب أن أنا لو نمت هقوم حاسس بإيه الإسبوع ده طب لو أنا قيم فعلا عندي نشاط ده بالعكس إذا فيه ناس بتنام مثلا وتيجي تخرج اللي معاها خروجة ساعة واحدة بص ينبسته جدا بمليون ساعة لو هو صحي بس مش نايم كويس وما ينبستوش في الساعات الكتيرة وينبستو بالساعة الواحدة بس فالشطارة في الأجازات أنك تقدر تحدد أنت محتاج إيه وما تبقاش طماع الحتة اللي كنت حاجة تسأل فيها فيه ناس مثلا مبسطت قوي في الأجازة خدت أسبوع مبسطت جدا فمش عايزة ترجع الشغل فنقول لهم لا أخدوا بالكم فيه ملايين غيرك يتمنوا الشغل فأقول دايما اللهم دمها نعمة وحفظة من الزوال احمد ربنا أن أنت عندك وظيفة أو عمل أنت خدت أسبوع مبسطت فيه جدا ده هيتعاد تاني الدنيا ما طارتش لكن هو في النقطة دي هو بيبقى محتاج تأهيل نفسي للرجوع يعني هو زي ما أنت قلت في البداية ويكون فيه ضغوطات كتيرة في الشغل ويكون فيه توتر وغالبية الشغل كده بالمناسبة عشان برضو نكون ايه وقعين يعني بيكون فيه ضغط في الشغل طبع ويكون فيه أوامر ويكون فيه حاجات تفاصيل كتير قوي فإحنا بمسد أن احنا ناخد الأجازة دي ليه عشان نرتاح فهي الناس ارتاحت أسبوع وخلاص يعني خدوا كفايتهم من الراحة لكن بيفكروا في العودة اللي عامل مرة أخرى طرده محتاج أعمل إيه عشان أستعيد نشاطي مرة تانية عشان أقدر أرجع أعمل اللي كنت بعمله قليلا بس هو مش محتاج يعمل حاجة لو هو مبسط بجد لو هو مبسط بجد هو أوتوماتيك استعاد نشاطه النفسي حاجة واحدة بس اللي هتفرق معه دي طبيعية جدا وما تقلقش موضوع النوم يعني أنه هو في أول أو أول يوم أول يومين أو ثلاثة كده بعد العودة من الأجازة عشان هو الناس اللي متعودة تصهر أو كانت بتخرج بالليل أو كده زي مثلاً لما بنطلع من شهر رمضان يبقى فيه لخباطة منه مقلقش على نفسي بقى وروح أجري أخد منوم ولا أخد مهد والحاجات دي طبعاً كله غلط لأنه طبيعي أنه هيحصل له كده في الأول لأنه جسمه بيبدأ يتعود على النظام الجديد أول كام يومه بعدين هيرجع طبيعي أهم حاجة أن أنا و أنا زي ما أنا كنت عارف قيمة الأجازة فانبسطت بيها أو شفت الحاجات الحلوة اللي في الموضوع فقدرت أستمتع بيها لازم قبلها كده قبل ما الأجازة هتخلص بيوم ولا حاجة أقول لي نفسي قيمة الشغل أفكر نفسي بالنقطة اللي قلت لحضرتك عليها بقيمة الشغل وأقول اللهم دي ما هنعم وحفظها من الزوال في غير كتير يتمنوا ربع المرتب ربع الوظيفة في غير كتير زهقانين من قطر الفراغ إن هما ما عندهمش شغل فلما أنت بتخاطب بتخاطب نفسك الخطاب الروحاني بأهمية النعم دي بيفرق جمد جدا في استعادة طقتك ما تبقاش طمع بقى دايما نقول لهم بلاش طمع خدنا إما هو أنت لو أنت خدت أسبوع هتبقى عايز أسبوعين وخدت شهر هتبقى عايز شهرين يعني لو أنت مش حاسس قيمة النعم وبعدين مش آخر أجازة ما هو أنت بتيجي لأجازات دورية وبعدين أنت عندك أجازة كل جمعة برضو دي برضو الكلام اللي إحنا عنا النهاردة نقدر نستفيد به في أجازة كل جمعة إزاي أعمل لنفسي متعة في يوم الجمعة حاجة تبسطني تهون علي شوي إن أنا هنزل جزء حتى من السلبي عشان أقدر أكمل الأسبوع اللي بعد حاجات مهمة أو أخفف عن نفسي إزاي بقى طول أيام الأسبوع يعني لو شخص بيتعرض لضغوطات وعايز أنه لما ياخد الأجازة يستمتع بيها فلازم طول فترة الأسبوع طول ما أنا شغال بخفف عن نفسي الضغوطات أعمل ده إزاي أقول لك بقى أكبر عدو للنفس البشرية وللضغط النفسي الكتمان الشاطرين قوي بيفرغوا أول بأول عشان كده دايما نقول إيه عارف حتى وإحنا صغيرين ليه كان متعودين في التربية الصحة إن لما بيرجعوا الأطفال من المدرسة لازم الأمة أو الأب أو القايا مع رعايتهم يسألهم عملتوا إيه النهاردة هم يعني مش حب استطلاع قوي على قد ما هو تربية صحة نفسية إنهم يسمعوا يخلوا الطفل يطلع اللجواه إيز ده على كل مراحل العمر لما ترجع من الشغل لمراتك تسألك عملت إيه النهاردة بهدف بهدف تحسن النية بس النية إن هي بتسمعك بهدف إن هي إن أنت تفرغ لو حد دايقك لا بالزبط ده مش استجواه والعكس برضو هكذا الإخوات هكذا الإصحاب هو ليه الأصحاب ليه حتى تلاقيها دايما الرجل أو المرأة أو الإنسان عموما بيمين للإصحاب إحنا نقول دايما إيه عشان بيسمعوه مش قاعدين عايزين يعدلوا عليه هم بيسمعوك لمجرد السمع فقمة الصحة النفسية إن أنت تفرغ أول بأول أول طريقة للتفريغ إيه إن أنت تتكلم عن الحاجة السلبية اللي أنت تعرضت ليها النهاردة في يومك ما تكتمهاش جواك اتكلم عنها بطريقتك في حد ما يوجدشي إن هو يعبر بالكلام بس يعرف يكتب أو يعرف يعبر أنا هتعش برا النهاردة مع حد من صحابي كل واحد بيعبر بطريقته حد هيروح يرقص النهاردة هيروح النهاردة يتمرن يلعب رياضة علشان الرياضة في الوقت داي بتخرجله الموقف السلبي لكل واحد ليه طريقة بيعرف يفرغ بيها لو حضرتك البني آدم اتعلم إزاي يفرغ أول بأول واللي بيحبوه اتعلمه إزاي يستوعبه إنه هو بيفرغ مش مش قصده ينكد ولا قصده يضايقك ولا هو متضايق منك ده بيحكي لك بيفرغ بيفطفض معك عارف حسن النية دي لو أحسناها هنيجي بقى على نهاية الإسبوع أو هنيجي لما بناخد أجازة هتكون الكوباية مش مليانة هتكون ايه الاتقال السلبية يعني ايه مقدور عليها ده عظيم جدا عارف حضرتك انت قلت نقطة مهمة قوي إن هي أصحاب العمل لازم يكونوا يرعوا الحالة النفسية للموظفين هو مثلا ممكن يروح يقدم الطلب على أجازة لتحسين حالته النفسية وارد حاجة زيدي تحصل تبقى إيه جدا لو توفق له عليها لأنها بتنعكس في النهاية على الشغل الناس اللي خادت أجازة في العيد خلاص واستمتعوا بالأجازة يلا شدوا حيلكوا خلاص هم يومين وراجعين تاني وبنسبة الناس اللي ما خادتش أجازات خلاص لا لازم ياخدوا بس لازم صاحب العمل يديهم يعني عوضهم لأنك كده بتدمر نفسيتهم لو مدتهمش إن عندك فئات كمان زي الشرطة مثلا الزباط ما بياخدوش هتلاقي مثلا في فئات كتيرة جدا في المجتمعات مش مجتمع نحنا بس هم احنا في أجازات وهم شغلوهم مستمر ده لازم يحصل لهم تعويض ويبقى التعويض إيه بقى يبقى مجازي يعني مش مثلا ييجي التعويض يوم ولا يوين والناس واخدى أجازة أسبوع يعني مش لطيفة طبعا ما يحقون منهم ارتاحة بالنشكورة طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك شهدين لسه فقرات تسعة مستمرة مع حضرتك وفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك مرة تانية